أستاذ محمد الشرقاوي رئيس القسم الرياضي بجارية مصر يليهم أهلا بيك يا فن أهلا بيك يا فن بتحاتي ليك وتحاتي الكل مشاهدي ننور معانا أحلى الله يخليك يا فن ولينا بقى شايف إزاي أهم الأسباب اللي قدت النهاردة لفوز نادي الزمالك أسباب كثيرة جدا ولكن أنا عايز أقول لك أن يعني من المرات الأوليالة أن الزمالك بيعايد فيها على جماهيره بشكل إيجابي وشكل جميل طبعا كنا في عيد الحب فرحة يعني اختتم اليوم بتاعنا الفرحة الزمالكوية ولا أحلى ولا ولا أحلى ولا أجمل ومعانا أحلى آه آه والله يعني كلنا فرحنا صفنا منظومة متكاملة نحية الجماهيرية وبداية من الاستقبال الحافل من الجماهير الزمالكوية اللي بالألاف في الدوحة آه شوفنا صورة جميلة جدا في استاد الغرافة بالسوحة من جماهير نادي الزمالك لرغم أن كانت كل الأمور النظرية وكل التوقعات بتقول أن الترج هو اللي يكسب ولكن كانت الأغلبية في استاد الغرافة إن بارح ليه جماهير نادي الزمالك اللي أنا بوجه لها من خلال حضرتك ومن خلال صنات المحور كل التحية على مقوفها طبعا طبعا والمسامدتها ليه وبدوم صوتي لصوتك يا فندم ليه فندم؟ بدوم صوتي لصوتك وبردهم ده بعد تحيات طب خلينا نقول الفوز النهاردة اللي حققوا نادي الزمالك هل ده ممكن يديله دفعة قوية في اللي جاي أنه يحقق مزيد من الانتصارات؟ بالتأكيد أفندم ده أمر طبيعي جدا طب انت شايف ملامح ده إزاي في المرحلة اللي جاية؟ معنوات اللعيبة يعني عالية جدا الناس خلط الثقاف نفسها بعد تبسلة من الإرحاقات فيه ونتائج بتاعت بطولة الدوري العام وعايز أقولك أنه اللي بيحصل ده هو الثقاف اللي أصبحت تخش نادي الزمالك مؤخرة في السنين اللي فاتت دي نتاج الاستقرار الإداري اللي موجود داخل نادي الزمالك من 2014 لغاية 2020 ما فيه السنة بتعدي إلا ما يبقى فيه بطولة لقرة القدم وده ممكن إزاي مالك قاعد عشر سنين من 2004 لـ 2014 عشر سنين عجاب صحيح إلا بطولة كاس وحيدة ولكن الحال تغير من 2014 لغاية 2020 وإن شاء الله يستمر الإنجازات الزمالكوية في الفترة اللي جاية إزاي ما قلتلك الاستقرار الإداري بيقدي لي نتائج إيجابية صحيح طبعا طبعا وعلى كل الأطعابة طبعا بنهني نادي الزمالك وبنهني كل لعبة الزمالك وبنهني نشار مرتضى منصور على هذا الانتصار وبنتمنى إن شاء الله مزيد من الانتصارات للقلعة البيضاء بنشكر حضرتك الأستاذ محمد الشراوي رئيس القسم الرياضي بجريدة المصر اليوم